بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد الحقيقة أن مقصود الشرع الشريف من حفظ العقل هو الذي سيؤدي إلى قيام الإنسان بدوره الحقيقي في الحياة نحن الآن وهو لاخل أيضا في في مقصود حفظ الإنسان لأن الجسد كل وحدة واحدة والعقل جزء من هذا الجسد لكن له خصوصية هنا من حيث أن العقل يحتاج إلى حماية من نوعا خاص لأن الإنسان قد يكون بنيانه قوي وقد يكون يعني من حيث الشكل ومن حيث المضمون في أجهزته الداخلية إنسان قوي لكن العقل لم ينمى تنمية صحيحة فلا فائدة في هذا الجسد يكون عب في الحقيقة على صاحبه في أنه لم يستغل هذا العقل استغلالا صحيحا ولم يحمى حماية حقيقية ولذلك جاءت التكليفات الشرعية بحماية هذا العقل العقل الحقيقة يعني هو دا اللي حنفهم به التكليف يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة وآت الزكاة لا أكلف فيها إلا حيث اكتمل هذا العقل ونضج النضج الذي يفهمني غالبا الخطاب معنى إيه معنى إيه أقيمه يقول لي يعني صلي الأوقات الخمسة وأنت الآن مكلف فيها وأنت الآن ستحاسب عليها وأنت الآن ستعاقب على تركها بالجزائع عند الله سبحانه وتعالى الذي قال عنه في الآخرة كل هذه الأمور لا يمكن أن تفهم إلا بالعقل لذلك قالوا العقل مناط التكليف لكن العقل دا أمر باطن يعني لا يستطيع إنسان أن يقول متى كلفته يقول لما عقلك ينضج أم عقلك يكتمل طب متى تكتمل عقلي هل هناك من سن محددة هل هناك من مظاهر معينة هي شبيهة بقضية الشجرة التي تسمر وبعد ذلك الثمرة البرتقالة أو التفاحة لما تنضج وتكتمل هذه التفاحة تراها بأنها صالحة للأكل صالحة للتناول قبل ذلك لا تستطيع أن تأكلها لنظر لأنها لا طعم بصفة خاصة طب متى أعلم بأن التفاحة أو البرتقالة أو البرتقالة نضجت واكتملت اللي هي على الشجرة هذه إذا وجد في بزور هذه التفاحة أو في بزور هذه البرتقالة ما لو غرسناه لا أنبت شجرا جليلا في هذه الحالة نحكم بأن هذه البرتقالة على هذا النحو قد اكتملت كذلك الإنسان في عقله طالما اكتمل البنيان هذا الجسدي وأصبح الإنسان في مصف الرجال واصبحت المرأة في مصف النساء بحيث لو تزوج ينجب في هذه الحالة نقول له أنت والله الآن اكتمل بنيانك للجسدي لأنك صالح لأن تنجب إنسان آخر طب هذا الاكتمال هو دليل على اكتمال كل الجسد بما فيه قضية المخ وبما فيه قضية العقل والتعقل وقبل ذلك العلماء يسموها بأي ولكن ذا عقله يعني قاصر ناقص الأهلية ومع دوم الأهلية من سن واحد لسن سبعة عديم الأهلية لا يرتب عليه شرع أحكام على تصرفاته ومن سبعة للبلوغ يرتب الشرع بعض التصرفات باعتبار أنه بدا يدرك المسألة هو أن عزين ندربه لكي يستقبل الحياة فيقولك لما يكتمل هذا البنيان الجسدي يدل هذا على اكتمال العقل وبناء على ذلك تأتي التكليفات لكن في إطار معين المجتمع رأى الدولة يعني رأت أو الدول المختلفة رأت بأن في الحقيقة ترك هذا الترتيب التكليفات وإن أطيتها بهذه الأمر بمجرد ظهور البناء الجسدي هكذا والاكتمال العقلي قد يجعل المراكز القانونية متفاوتة يعني على سبيل المثال مثلا لو أن إنسان ارتكب جريمة من الجرائم عنده الآن عنده 14 سنة وفي نفس الأمر بصينا لقينا واحد تاني عنده 15 سنة وارتكب نفس الجريمة وجدنا القاضي يعاقب أبو 14 وسيب أبو 15 فبنسأله ليه أنت سيب أبو 15 ليه قال لإني لم يبلغ بعد إيه لعرفك العلامات البلوغ بقى فبيحتكم العلامات الظاهرة فتختلف المراكز القانونية وممكن أن يتعاقب عليها في 8 العقاب فنظرا لهذا الأمر أراد الدولة في نظامها التشريعي أن تجعل سنا معينة هي علامة على البلوغ وفقط إذا وصل هذا الإنسان وصل هذه السن فإنه يسأل جنائيا ويحق له التصرف في أمواله التي هي مملوكة لهم ونرتب الأحكام الكثيرة على مثل هذا الأمر وقبل ذلك لا نرتب حتى لو حصل العلامات ووجدت ليه توحيد للمراكز القانونية وده اتجاه حسن الحقيقة لا يجعل الأحكام متفاوتة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة بل يوحد الأحكام في إطار سن معينة لكن أيضا إذا كنا نرتب الأحكام القضائية التي هي منطة بالظاهر والتي هي تحتاج إلى توحيد لكن ليس معنى ذلك أن العبادات تؤخر إلى هذه السن بل العبادات مرتبطة بالعلامات الظاهرة بمعنى أن الإنسان بمجرد أن يبلغ ويكون صالح لأن ينجب غيره يعني ظهرت عليه علامات الاحتلام أو تزوج قبل ذلك بطبيعة الحال إذا ظهرت عليه هذه العلامات فإنه في هذه الحالة يكلف شرعا من جهة العبادات فيصلي على سبيل الوجوب ويجب عليه الصوم ويجب عليه الحج وإذا وقع منه الحج يقع صحيحا ولا يطال به بعد ذلك يعني على سبيل المثال مثلا واحد واخد ابنه عند 12 سنة ولم يبلغ بعد وذهب به إلى الحج وأحرمه وطافه وسعه ووقفه بعرفات وطافه طواف الإفاضة أعمل كل أعمال الحج ثم رجع إلى بلده وعنده 13 سنة أو 14 سنة في سن الـ14 رجبناه نهبلغ بالفعل فهو بيسأل بقولك هل الحج الذي حجته قبل ذلك وانا عندي 12 سنة أو 11 سنة لكني لم أبلغ بعد لم يظهر عليه أي علامة من علامات البلوغ هل هذا الحج مسقط أدائي لهذا الحج مسقط عن الفريضة ولا ماذا نقول له بأن هذا الحج الذي وقع منك وقع في مرحلة الصبا وأنتك لم تبلغ بعد لكنك تثاب عليه ويثاب وليك عنه أيضا لأنه تسبب في زيابك إلى الحج لكنك ما زلت زمتك لم تبرأ بعد من الحق الله سبحانه وتعالى أو الدين المتعلق بزمتك في أداء الحج إذا حج الصبي وحتى لو أدى المناسك كابلة لا تسقط عنه الفريض لكن يساب يساب وهكذا الصلاة وهكذا الزكاة وهكذا بقيت الفروض وبقيت الفروض لا تتعلق على سبيل الوجوب إلا بعد البلوغ لكن نحن في مرحلة الصباة هذه إلى أن يبلغ وندربه ونمرنه ونحبب لي الصلاة بأسلوب فيه الحكمة والمعزة الحسنة والترغيب والترهيب أيضا مبيل له يعني عقبة ترك الصلاة وهكذا إلى أن يتدرب ويتأهل وفي الصوم ونحن في شهر الصوم أيضا بنعمل نفس المسألة بأننا نؤهل أولادنا للصوم لكي إذا ما وصل إلى مرحلة التكليف مرحلة البلوغ فيجب عليهم الصوم يكونوا مؤهلين للصوم وإذا لم يطق الصبي الصوم وإذا لم يطقه بمعنى ما لم يطقه لم إشهد عليه حاجة تانية الصبي ونحن بندربه حتى الأول ساعات يعني نحن مش من عنها أن نحن بنرهقه بالصوم نحن بندربه بنخليه لغاية الظهر مثلا إذا أطاق لغاية الظهر لغاية العصر إذا أطاق لغاية العصر والأولاد أصلا بيكون فرحانين بالصوم فبيحبه ويواصل إذا حب يواصل ولم يكن عليه ضرر نخليه واصل لكن إذا وجدنا أن فيه ضرر بيلحق به لا نخليه يفطر أو القدر الساعات المعينة ونقوله ده الصوم أو ده الغاية الساعات الفلانية وهكذا إلى أن يتدرب في سن معينة سن التكليف يجب عليه الصوم فيكون مؤهلا لذلك العقل إذا فتقد تسقط الفرائد ومن الذي يقرر؟ إذن العقل هو إذا كان هو مناط التكليف على هذا النحو فقد يهتم به التشريع اهتماما كبيرا للغاية ولذلك أقامه من جانب الوجود يعني أوجده أتى بالأحكام الشرعية التي توجد العقل وجودا صحيحا من هذه الأحكام على سبيل المثال مثلا أن يكون أيضا تابع للبنية الجسدية لأن يكون النطعم عقلية